السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري في منظومة الجدرات في حلقة جديدة من مادة وحدة متابعة وحفظ المصائق يدوين طبعا مهنة التأمينات أهلا وسهلا دي كانت دي الحلقة التانية بالنسبة لنا لو احنا فاكرين في الحلقة الأولى اللي هي حفظ ومتابعة وصائق التأمين يدويا اتكلمنا عن تعريف المحفوظات واتكلمنا عن أنواع المحفوظات وقلنا أن أنا عندي تلات أنواع اللي هي محفوظات نشطة ومحفوظات متوسطة النشاط ومحفوظات غير نشطة وبعد كده اتكلمنا على أن هنا المحفوظات أو تنظيم المحفوظات هم نوعين اللي هو محفوظات إدارية وفنية المحفوظات الإدارية اللي هي بتتكون من إيه بقى؟ اللي هو بتكون مركزية الحفظ تاني حاجة لا مركزية الحفظ وثالث حاجة اللي هي مركزية الحفظ تحت إشراف لا مركزية أو تحت إشراف المركزية لا مركزية تحت إشراف المركزية هنبدأ نكمل مع بعضه أول حاجة مع بعض اللي هو تنظيم المحفوظات زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت أن تنظيم المحفوظات هم حكتين اللي هو إيه؟ اللي هو التنظيم الإداري للمحفوظات وتاني حاجة التنظيم الفني للمحفوظات هناخد أول حاجة اللي هو إيه؟ التنظيم الإداري للمحفوظات وهما إيه؟ أول حاجة نظام مركزية الحفظ تاني حاجة نظام لمركزية الحفظ تالت حاجة نظام لمركزية الحفظ تحت إشراف المركز هناخد اول حاجة اللي هو ايه اول تلاتة اللي هو نظام مركزية الحفز نظام لمركزية الحفز ونظام لمركزية الحفز تحت اشراف مركزي اول حاجة اللي هو نظام مركزية الحفز يعني ايه نظام مركزية الحفز ان انا بحفظ المستندات بتياتي بحفظ المستندات الموجودة عندي طب بحفظها ايه في ادارة واحدة يبقى في ادارة واحدة او مكان خاص بيضم جميع الادارات يبقى مكان واحد بيضم جميع الإدارات أن أنا بحفظ فيه المستندات أو الأوراق بتاع الموجودة في الجهة أو الشركة الموجودة فيه دي اللي هي إيه؟ نظام مركزية الحفظ يبقى مركزية الحفظ يبقى مكان واحد وبحفظ إيه؟ لجميع الإدارات طب هنا لا مركزية الحفظ لا مركزية الحفظ نظام لا مركزية الحفظ اللي هو إيه؟ اللي هو بيكون إدارة بيكون كل إدارة ليها وحدة حفظة وحدة صغيرة تحفظ فيها المستندات أو الأوراء أو المستندات الخاصة بكل إدارة يبقى هنا كل إدارة بت perdereها وحدة صغيرة تحفظ فيها المستندات الخاصة بيها أما النوع الثالث اللي هو إيه بقى اللي هو لا مركزية تحت الشوف المركزي أو تحت الشوف المركزي اللي هي إيه بقى ده وإحنا هنيجي مع بعضه أول حاجة النظام مركزية الحفظ يقصد بها زي ما إحنا قلنا تجميع الأعمال المتعلقة بالحفظ في إدارة واحدة تخدم جميع الإدارات طيب النوع الثاني شطر سامعيكم بطول النظام لمركزية الحفظ يقصد بها وجود وحدة حفظ صغيرة في كل إدارة من إدارات المنظمة وتكون بخدمتها بالكامل النوع الثالث اللي هو نظام لمركزية الحفظ تحت إشراف مركزي هنا بيقصد بها وجود وحدة حفظ مركزية بتحتفظ بالوصائق والسجلات الغير نشطة وكذلك متوسطة النشاط مع وجود وحدات حفظ صغيرة لبعض أو كل الإدارات وتخضع كل وحدة الحفظ في الإدارات المختلفة إلى إشراف مركزي من إدارة المحفظات الرئيسية من حيث تنظيمها وتوحيد إجراءات العمل من حيث تنظيمها وتوحيد إجراءات الإيه العمل يبقى أنا عندي كم نوع من التنظيم الإداري وأنهم هم ثلاثة اللي هو نظام مركزي نظام لا مركزي الحفظ والنوع الثالث أنه هو نظام لا مركزي تحت إشراف المركزي وأن النوع الأولين اللي هو نظام مركزي الحفظ اللي هو بيكون فيه وحدة وحدة أو تخص الإدارات كلها يبقى هنا مكان الحفظ المستندات للإدارات إيه كلها بتشمل الإدارات كلها الجين مركزي اللا مركزي أن كل إدارة ليها وحدة صغيرة أن هي بتحفظ فيها المستندات الخاصة بيها أما بقى النوع الثالث اللي هو مركزي لا مركزي وتحت إشراف المركزي أن هنا كل إدارة ليها وحدة صغيرة هنا بتكون لكل وحدة بس تحت إشراف إيه تحت الشف مركزي اللي هي بيكون وحدة كبيرة رئيسية هي بتكون بتتابع الأجسام الأخرى في الوحدات الأخرى تحت الشف المركزي طيب هنيجي البعض كده اللي هو التنظيم الفني احنا قلنا احنا عندنا نوعين اللي هو التنظيم الإداري والتنظيم الفني للمحفوظات يقصد بها تطبيق عدد من الأصص والعمليات الفنية على محفوظات المنظمة ليمكن استرجاعها عشان قادر ان انا استرجاعها بيصر وسهولة ويمكن تحديد تلك العمليات فيما يلي ايه هي العمليات اللي انا قادر ان انا استرجاعها ويكون بيصر اول حاجة التصنيف تاني حاجة التركيم تلات حاجة الفهرسة واخر حاجة الحفظ هناخد اول مرحلة اللي هو التصنيف التصنيف هو تجميع المحفوظات وترتبها في مجموعات متشابهة ذات خصائص وسمات متشابهة تحفظ كل منها معا في مكان واحد تحت اسم واحد وذلك اللي الرجوع اليها بيصر وسهولة يبقى هنا التصنيف ان انا بعمل ايه بجمع المحفوظات ورتبها بركبها على حساس مجموعات متشابهة او الاسماء المتشابهة يبقى كل حاجة بتكون في ايه في ملف الواحد متشابه اختيار اساس التصنيف ان عملية تصنيف الوصيقة بتعني تحديد الاساس الذي يتبع فيه ربط مضمنها مع الوصائق الاخرى التي تتشابه معها في هذه الاساس ويقصد به تكوين مجموعات متشابهة من الوصائق زي تصفات او الخصاص المتجنس وفصل الوصائق الغير متشابه تبعا لدرجة اختلافها وذلك بغرض التعرف على اي منها بسهولة وعادة ما يكون التصنيف سواء في التأمينات العامة او التأمينات الحياة على حسب نوع الوصيقة دون النظر الى تصنيفات اخرى يبقى هنا انا بشوف ايه اساس التصنيف بشوف اساس التصنيف على اساس ان انا بشوف ايه المتشابه يبقى ده مع بعضه طب مش متشابه مع بعضه طب بالنسبة بقى ايه للوصائق في التأمينات العامة و التأمينات الحياة دول بيختلفوا اه طبعا بيختلفوا في التصنيف ما ببصش على اي تصنيف غير التصنيف باخد نوع الوصيقة نوع الايه نوع الوصيقة ما بيجي أصنف أصنف على نوع الوثيقة نوع الوثيقة أبدأ أن أنا أصنف عليها في التأمنات العامة وتأمنات الإيه والتأمنات الأشخاص طيب بعد كده طرق التصنيف طرق التصنيف أنا عندي كم طرق في التصنيف هم خمسة طرق التصنيف اللي هي لو إحنا شفناهم هنا مع بعض طرق التصنيف طرق التصنيف قلنا أنهما بينقسموا إلى خمسة أول تصنيف اللي هو إيه بقى اللي هو التصنيف الموضوع تصنيف الموضوع طيب النوع التاني التصنيف الإيه التصنيف الجغرافي طيب النوع التالت اللي هو التصنيف الإيه الإسمي طيب النوع التالت اللي هو التصنيف الزمني والنوع الأخير اللي هو يعني أنا بس عشان تشوفوه كده اللي هو أدي التصنيف الموضوعي التصنيف الجغرافي التصنيف الإسمي التصنيف الزمني وفيه هنا التصنيف تاني أحطه هنا كده اللي هو التصنيف الشكلي يبقى هنا زي ما احنا شايفين هو مع بعض اللي هو طرق التصنيف أنا عندي طرق التصنيف اللي هم كيم اللي هو خمسة إيه هو اللي هو التصنيف الموضوعي التصنيف الجغرافي التصنيف الإسمي التصنيف الزمني والتصنيف الشكلي كل نوع من التصنيف ده أو كل طريقة من التصنيف هي بتختلف من التصنيف لآخر التصنيف الموضوعي من اسمه موضوعي يبقى هنا بصنف على الموضوعات على الموضوعات يعني هنا موضوع مثلا السرقة موضوع الحريق يبقى كل موضوع فيه بصنفه على حسب الموضوعات ده اللي هو التصنيف الموضوع التصنيف الثاني اللي هو التصنيف الجغرافي والتصنيف الجغرافي بالنسبة لي اللي هو اللي هو مثلا الفرع الكهيرة فرعة اسكندرية فرعة أسوار يبقى هنا دي بالفروع أو بالأماكن المناطق يبقى دي بصنفها بالمناطق أو بالأماكن الموجودة أو بالمحافظات ده جغرافي طيب ايه تاني؟ عندي تاني حاجة اللي هو الاسم اسم العميل أو اسم الشركة ممكن أنا أصنفها على الأسامة اسم العميل أو اسم الشركة هنا تاني حاجة برضك الشكل ممكن هنا الوثيقة بتاعتي بلعملها بالشكل بتاع آخر حاجة اللي هو الزمني أن أنا مثلا عملت الوثيق دي أو المستندات دي سنة عشرين على واحد وعشرين أو المستندات دي أو بحفظها كل حاجة خاصة بالسنة دي عشرين وواحد وعشرين بحطها أو عشرين واتنين وعشرين أو سنة ألفين كل المستندات اللي خاصة بالسنة بعمل تصنيف سنوي أو تصنيف بالزمن ممكن سنوي شهور زي ما ايه ما موجود طب لو احنا جينا مع بعض هنشوفه على الشاشة اللي هو طرق التصنيف زي ما احنا قلنا هو اللي هو التصنيف الموضوعي تصنيف جغرافي الاسمي والشكلي والزمان اول حاجة اللي هو التصنيف الموضوعي اي تصنيف الاوراق على حسب موضوعاته وفتح ملف لكل موضوع مثل تأمين الحريق السرقة السيارات السطر ليه مميزات طبعا؟ اه طبعا ليه مميزات وليه عيوب؟ ايه هو بقى مميزاته؟ انه هو سولة الوصول المستند المعين اذا عرف الموضوع الذي يتعلق به او معرف الموضوع بتاعي اعرف ان انا اجيب المستند ده بشهولة لا تحتاج الى اساس خاص لتطبيقها تقوم على اساس تقسيم الموضوعات الى ابواب والابواب الى فصول والفصول الى موضوعات دي من المميزات التصنيف الموضوعي طب ليه عيوبه؟ البطء لان على الموظف قراءة المستندات قبل ان يكرر اي الموضوعات يبقى هنا من العيوب بتاعة التصنيف الموضوعي العيوب بتاعته انه هو بياخد وقت طويل جدا بطيء في البحث لانه هو لازم قبل ما يحط فيه المستندات لازم انه هو يعرف او يرى المستند قبل ما يكرر اي الموضوعات تاني حاجة اللي هو التصنيف الجغرافي اي تصنيف الاوراق على حسب المناطق او البلاد او الفروع الواردة منها او الصادر اليها الاوراق مثل فرع الكهيرة فرع الاكسر يبقى هنا دي بالفروع او بالمناطق او بالبلاد طبعا ليه مميزات اه طبعا يمكن استخراج الملف بسرعة عند معرفة المنطقة الجغرافية او معرفة منطقة ايه هادة ان انا طلع المستند او الملف بتاعه صعوبة الخلط بين ملفات اشخاص الذين تتشابه اسماءهم اه هو ممكن الاسماء تتشابه بس المنطقة مش هتتشابه ده انا عن استعمال الايه الفهيرس طب ليها عيوب اللي هو التصنيف الجغرافي او عيوبها لا يمكن استخراج ملف احد الاشخاص الا اذا عرف اسمه وعنوانه لازم اعرف عشان اذا هتطلع الملف ده لازم اعرف عنوانه عشان اعرف اجيبه من الجغرافي التصنيف الجغرافي اللي هو انا مصنفها جغرافي كده اختلت الامر على الموظفين الذين يكمونا بالحفظ فيدعونا بعض الملفات في غير مناطقها لعدم معرفتهم باسماء المدن ومواقع ممكن ده من العيوب اللي هو التصنيف الجغرافي ان الموظف ده ما يكونش عارف بين المناطق فممكن يحط ملف بعيد او في منطقة تانية غير المنطقة بتاعت العميل فما ييجي العميل مثلا ويطلب اي مستند او اي حاجة ويقول المنطقة بتاعته هو اصلا تم حفظه في منطقة تانية مختلفة فدي من عيوبها عيوبها ممكن الموظف الموجود في الشركة ما يبقاش عارف المناطق كلها مبقاش عارف مثلا المحافظات كلها والمناطق الموجودة داخلها هيبدأ يعمل ممكن يحط ملف بعيد عن المنطقة بتاعته دي من عيوب الاي اللي هو الجغرافي يبقى احنا اخدنا اول حاجة من التصنيف اللي هو التصنيف الاي الموضوعي واتكلمنا ان التصنيف الموضوعي بيتحط على كل موضوع بيشوف الموضوع طب هل ليه عيوب اه طبعا ليه عيوب ايه هو العيوب بتاعته ان هنا العيوب انه لازم بيكون بطيء جدا لانه هو بياخد وقت انه يخلي الموظف او العامل او لو هو بيحفظ المستندات دي او الوصائق يبدأ يقرأ الموضوع كل عشان يعرف الموضوع ده يخص ايه ويبدأ انه يحتفظ في الملفات الخاصة بالموضوع الخاص به خدنا التاني التصنيف اللي هو التصنيف الجغرافي وهنا ان احنا بنصنف على اساس المناطق او البلاد او الفروع اه ليه عيوب بردك ان هو ممكن ان انا اه الموظف الموجود ما بيقاش عارف المناطق او البلاد الموجودة فممكن يحط الملف اه في منطقة مختلفة طب ليه مميزات او طبعا ليه مميزات سرعة الايه ان انا قدر ان انا جيب الملف بسرعة لو نعرفت اسم العميل وايه وعنوانه طيب التصنيف التالت التصنيف التالت هيكون الايه هيكون الشكل اللي هو احنا روحنا مع بعض اهو اللي هو التصنيف الزمن اي التصنيف الاوراق على حسب تواريخها اي كانت بين سنة او بالشهور مثل ملفات وصائق شهر يناير وصائق عشرين عشرين يعني ممكن انا اعمل الوصائق بتاع شهر يناير كله او وصائق عشرين ايه عشرين يعني ممكن اعملها بالشهور او ممكن اعملها بالسنوات تصنيف الايه الاسم اي تصنيف الاوراق على حسب اسماء اصحابها افراد او شركات مثل محمد حسن ليلى شركة الاضاءة الكهربائية بنك الكهربائية ده الاسمين انا بصنف بالايه بالاسماء خمس حاجة اللي هو التصنيف الشكل اي تصنيف الوصائق على حسب اشكلها مع مروعات نوعها مثل طلب التأمين تقرير معينة وغيرها فيضع كل منها في ملف مستقر حسب اشكلها فيجب ملاحظة ان هذا التصنيف في شركات التأمين نظرا لانه يجب الاحتفاظ لكل عميل بملف كامل يحتوي على كل ما يخص العميل يبقى هنا التصنيف الشكلي ده في شركات التأمين هي مش بتستخدم التصنيف ده التصنيف الشكل ليه ما بتستخدمش التصنيف الشكلي علشان ان احنا في شركة التأمين هو لازم الملف ده يكون الملف العميل ده ملف العميل يكله مع بعض اللي هو فيه طلب فيه التقرير المعينة فيه كل حاجة خاصة بالعميل حطتها فيه ملف الواحد او فيه ملف ما ينفعش ان انا اعمل ايه اصنفه شكلي ما انه انا صنفته شكلي يبقى هحط ايه هحط الطلب لوحده هحط التقارير لوحديها فكده هيكون ايه ده كده مخالف لشركات التأمين لان احنا قلنا ان شركات التأمين بتبقى عاوزة تحط الملف كامل مش هقعد بقى ايه اه مسلا اما العميل ييجي عميل مسلا اه جالي فيقول لي انا عاوز اه ورقة او من حاجة من الملف ده ابدأ بقى ان انا ايه اروح مسلا للملف لو انا عملته شكلي هو ده خطأ خطأ ان هو يتعمل للتصنيف الشكلي هيبدأ يدور بقى هنا يروح في التقارير المعينة ويبدأ يدور على الخاصة بلا مش هينفع يبقى احنا عندنا في شركات التأمين اللي هو التصنيف الشكلي لا يجوز ان هو يكون موجود في الوسائق التأمين او في شركات التأمين ده احنا كده اخدنا اللي هو تصنيف الايه التصنيف او طرق التصنيف وقلنا ان هما خمس طب هنيجي بعد كده المرحلة التانية احنا كنا المرحلة الاولى اللي هو الايه التصنيف مش هحنا قلنا اول مرحلة ان انا صنف وعرفنا التصنيف وقلنا ان هم كام ان هم خمس تصنيفات وعرفنا كل تصنيف بتاعهم وقلنا ان التصنيف اخر تصنيف اللي هو التصنيف الشكلي ان شركة التأمين ما تستخدمش التصنيف الايه الشكلي هنيجي للمرحلة التانية طب المرحلة التانية اللي هو الايه التركيم المرحلة التانية اللي هو الايه التركيم طب هنشوف مع بعض التركيم يعني ايه تركيم ان معصب شركات التأمين ان لم تكن كلها تستخدم التركيم العددي في كل ما يخص ملفات العمل يبقى هنا شركة التأمين كلها بلها استثناء بتستخدم التركيم العددي ان انا برقم المستندات انا المستند ده هياخد رقم واحد المستند الثاني هياخد رقم اثنين المستند الثالث هياخد رقم ثلاث كده يبقى انا برقم شركات التأمين بتستخدم التركيم العددي وعددا ما يسمى بالترميز وهو المرحلة الوسطى بين التصنيف واعداد الفهارس ومن هنا بتظهر أهميتها في ترتيب الوصائق طبعا لنموزها التي ستكون عاملا أساسيا في اعداد الفهارس لتلك الوصائق يبا هنا عندي المرحلة التانية اللي هي الترميز قبلها هي مرحلة التصنيف يبا هنا الترميز دي بتيجي بين التصنيف وبين الفهرصة الترميز ده أو الترقيم هي اللي بتساعد بتساعدني عشان أقدر أعمل الفهرصة أن أنا أفهرس لو أنتوا فاكرين أو أنتوا عارفين أي كتاب من الكتب اللي أنتوا بتوروها أو أي كتاب من المواد الدراسية اللي كانت عندكم السنين اللي فاتت بيبقى موجود فيه فهرس في أول الكتاب أو آخر الكتاب بيقولك إيه أن الصفحة دي رقمها كذا أو صفحة رقم كذا فيها جزء كذا الصفحة التانية فيها كذا صحي كده ده الفهرس هنا برضك هتتعلمه إزاي أن أنت تعمل الفهرس إزاي أن أنت تصنف تصنف المستندات بعد ما تصنفها هترقمها جي المرحلة التانية وبعد ما ترقمها هتفهرصها هتفهرصها هتعمل فهرس للملف بتاعك وتكتب فيه كل حاجة كل المستندات الموجودة في الملف ده وتفهرصه بس لازم المرحلة الأولى هي دي المرحلة لل هو натصنيف المرحلة الثانية التركيم المرحلة الثالثة الفهرسة هل ينفع أننا نجيب الفهرسة بنبدأ فيه التركيم. وقلنا ان التركيم ده هو بين التصنيف والفهراسة. والتركيم ده بالنسبة لشركات التامين هم بيستخدموا التركيم العددي. التركيم العددي ان انا كل مستند او كل ورقة بياخد راقم. راقم واحد اتنين على حسب هنا المستندات هيفصل لحد كان موجود في الملف. وهنتعلم ازاي بردك ان احنا نعمله. وهناخد اللي هو بعد الفهراسة زي ان انت تفهرس. طب لو احنا نشوفنا هو ما هو بيقولك عادة ما يسمى بالترميز وهي المرحلة الوسطى بين التصنيف واعداد الفهراسة. ومن هنا بتظهر اهميته في ترتيب الوصول. طبعا لرمزها. التي ستكون عاملا اساسيا في اعداد الفهارس لتلك الوصول. ويعرف التركيم اللي هو الترميز بانه هو وضع رموز. انا انا احط رمز. لوصائك التامين سواء بالاركام الحسابية او بالحروف الهجائية او بالاتنين معا. وبتعتبر هذه الرموز ارقاما للوصائك. ممكن يجي في الجزء اللي احنا شرحنا ده صحة وخطأ. بيقولك ان التصنيف هو وضع رموز لوصائك التامين سواء بالاركام او بالحروف. التصنيف. انا هو وضع رموز لوصائك التامين سواء بالاركام والحروف. هو ده التصنيف. هو التصنيف اللي انا بعمل الرموز والاركام. لا مش هو التصنيف. هم هو التركيم. التركيم ده هو اللي انا بيخليني ان انا احط اركام او حروف على المستندات احنا التصنيف قلنا ان احنا بنصنف المستندات بنصنفهم على حسب ايه يا موضوعي يا شكلي يا زمني يا مكاني يا جغرافي كل ده صحي احنا اتفعنا ده التصنيف طب هو بيجيب لك في الجملة دي بيقولك ان التصنيف ان انا بحدد او بعمل ترميز وتركيم بالحروف او بالارقام الحسابية لا مش التصنيف اما هو ايه يبقى الجملة اللي هي على الشاشة دي هي الاجابة خاطئة وما هكون ايه هكون التركيم اللي احنا شفنا هو يبقى التصنيف بيقولك وضع رموز لوصائق التأمين سواء بالارقام او الحروف هنا خاطئة اللي هو التركيم طرق التركيم طرق التركيم هم كان بقى هم اربعة اللي هو الايه الاعداد المسلسلة العدد المركب الهجائي المزدوج هناخد كل واحدة على حدة اول حاجة الاعداد المسلسلة اللي هو التركيم باستخدام الاعداد المسلسلة يعني ايه الاعداد المسلسلة اللي هو واحد واثنين وثلاثة هنا انا بيقولك ان ابسط طريقة للتركيم هي استخدام الاعداد المسلسلة ويعني ذلك اعطاء الملفات او المواد ارقاما مسلسلة ترتب بها وقد تنشأ قائمة لهذه الارقام ومدلولتها وكانت هذه الطريقة متبعة في المكتبات استعطي الكتاب الكتب ارقاما مسلسلة ثم تسجل فيه سجل وذلك يجعل الباحث عن كتاب معين يضطر الى مراجعة الكتاب للوصول الى الكتاب المطلوب وكذلك فانه ما يزال في كثير من الادارات الحكومية وفي الشركات ترقم الملفات برقام ايه مسلسلة يبقى اول طريقة من التركيم هي طريقة المسلسلة اللي هي الاعداد المسلسلة الاعداد المسلسلة دي دي طريقة ابسط طريقة هي المسلسلة اللي هي ايه ان انا بحط الارقام بالترتيب مسلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة بسلسلة يعني انا باخد هنا الرقم المستند ده هياخد رقم واحد المستند التاني هياخد رقم اتنين كده فانا بمشي بالترتيب بالتسلسل الارقام مترتبة طيب هنا الطريقة دي بتكون مستخدمة في المكتبات لو انت بتدخل في المكتبات هتلاقي اي مكتبة مكتبة المدرسة مثلا. لو انت روحت عشان تستعير كتاب او ترى كتاب في المكتبة. بتبطلب من المسلا لو انت عاوز كتاب معين. بتقول للا امينة المكتبة ان عاوز الكتاب فلين. فهي بتبقى عاملة سجل كده. سجل مكتوب في اسم الكتاب ورقمه. رقم كزا. اول ما تعرف رقمه هي بتبقى عرفة موجود في اني رف من الارفف. وتروح ان هي تاخدو او بتقولك او بترشدك على المكان الموجود فيه. وطبعا ده اللي هو الطريق التسلسل ده العددية. ده برضك زي ما قلنا انه ابسط طريقة. ده بيكون موجود برضك في الحكومية. المصالح الحكومية. هتلاقيهم هما برضك شغالين فيها. شغالين في المكتبات وشغالين في المصالح الايه الحكومية. لانه ابسط تركيم. ابسط ايه تركي. طيب. لو شفنا بعد كده. هنا بيعاب على هذه الطريقة انها تصرف النظر عن التصنيف الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتسهيل عمليات البحث عن المد. ومع ذلك فانه يمكن القول انه في الاحوال التي يرى فيها ان استخدام التصنيف لا يقدم اي فايدة للباحثين كاسماء المؤمن عليهم في احدى شركات التأمين فانه يمكن استخدام التركيم اللي هو المسلسل. وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بكشف ابجدي لتسهيل عملية الوصول الى اسم العميل او المؤمن ايه المؤمن عليه. طيب النوع التاني او الطريقة التانية اللي هو التركيم العددي المركب. تركيم العددي المركب. وبيتم باستخدام الاعداد الحسابية التي تبدأ من واحد واثنين وتلاتة او اربع. مثال الملفات اللي يكتب عليها مثلا تلاتة سلاش واحد سلاش خمس. ممكن ملف تاني ستة شلاش اتنين شلاش تلاتة. يبقى هنا دي بتكون ارقام مركبة. ارقام مركبة يعني او اعداد مركبة. ان هي مش بيبقى رقم واحد. لا ده بيبقى كذا رقم. بيبقى مثلا واخد رقم تلاتة سلاش واحد سلاش مثلا خمسة. يبقى هنا الارقام بتكون ايه متسلسلة او بيكون مركبة. مش بيكون متسلسل بالترتيب. لا ده هو مركبة. ارقام ايه مركبة. طيب هنا بقى بيقولك زي ما هنا بيقوله ان هي بتستخدم الاعداد الحسابية التي تبدأ من ايه من واحد ولا اتنين. يعني ملفات ممكن يكتب عليها مثلا تلاتة سلاش واحد سلاش خمسة. التركم الهجائي بيتم باستخدام الحروف الهجائية التي تبدأ من الف ب ت ت يعني هنا ايه الهجائي. الحروف بتاعتنا. مثل الملفات التي تكتب عليها لام ونون والف. يبقى هنا بتخص مثلا العميل اللي هو حرفه الف ولام ونون على حسب كل الحروف الهجائية. لو انت تلاحظ ان انت لو انت رحت في المصالح الحكومية في قسم الملفات. قسم الملفات اللي هو خاص بالعاملين في الجهة دي. هتلاقي كل بيبقى مثلا يقولك طيب انت اسمك ايه لو انت عاوزت تشوف بيان من البيانات الموجودة. هيقولك انت اسمك ايه? او حرفك ايه? مثلا حرف الالف. يبقى هنا هيروح ليه الملف الموجود فيه حرف الالف. ويبدأ ان هو يطلع منه المستنى. فهو بيبقى حطت في الملف ده الحروف. حرف معايا هنا حرف الالف والبيه والجيم. الملف التاني الدال والريه والزيه. على حسب كل الحروف بيقسمها في الملفات. فانا لو انا رحت بالاسم فهنا بيرقمها بالبردك بيرقم الملفات بالابجدي. بالحروف الايه? الهجائية. طيب بعد كده. اللي هو التركيم المزدوج. هو عبارة عن دمج الحروف. هندمج الحروف الهجائية مع الارقام الحسابية. وقد استخدمت هذه الطريقة في التركيم لتلافي الكسور الطريقة الهجائية السابقة. لانها محدودة ب28 حرف فقط. لذلك تم التغلب على الكسور هذه الطريقة بيجعل اخرها عددية. وبهذا تكون الارقام مفتوحة. الا ما لا نهاية. حجمها حكم الطريقة العددية المركبة. مثل الملفات التي يكتب عليها نون سلاش الف ميم خمسة. مثلا هنا الف وبه سلاش ايه تلاتة. يبقى دي التركيم المزدوج ان انا بدمج الحروف الهجائية مع الارقام الايه الحسابية. ممكن يجي في الجزء اللي احنا شرحناه ده صح وخطأ. التركيم المزدوج عبارة عن دمج الحروف الهجائية مع الارقام الحسابية. احنا قلنا اوه ان هنا التركيم المزدوج ان انا بدمج الحروف الهجائية مع الارقام الحسابية. يبقى هنا الابيابة ايه صحية. كده هناخد اهمية التركيم. للتركيم الاهمية اول حاجة ان هو بيعطي التركيم خطة التصنيف او فهرسة الملفات شكلا سابتا. انا بدي للفهرسة الملفات شكلي سابت. او ان انا بيعطي التركيم خطة ايه التصنيف. انا بيعطي كل فرع من فروع التصنيف او الفهرس رقما يميزه. يبقى انا بشوف الفهرس او الفهرس بدي له رمز يميزه في الفهرس وفي التصنيف. ما بيجي اصنف ابدأ ان ايه ادي رمز في التركيم بقى بدي له رمز يميزه. اه انا دي مثلا للتصنيف رقم هو هو اللي في ايه في الفهرسة. لا انا بيبقى فيه في التصنيف ري رقم يميزه وفي الفهرسة رقم ايه بيميزه. دي من اهداف الايه او من اهمية التركيم. ان انا بميز بين التصنيف وبين الفهرسة. طب النقطة اللي بعد كده انه يمكن استخدام خطة التصنيف كارقام لترتيب المواد المصنفة. بحيث يتحدد مكان كل مادة فيسهل ترتيبها واسترجاعها. يعني انا ينفع ان انا ايه بالنسبة لي ارضى ان انا ارجعها وان انا ارتبها بسهولة. واضح ان انا اعرف مكانها لو انا صنفت الارقام بالترتيب المواد المصنفة. ينتج عن استخدام هذه الارقام في ترتيب المواد. ان تتجمع المواد المتشابهة سويا تبكن الترتيب خطة التصنيف او الفهرسة او الفهرسة. المرحلة الثالثة اللي هي الايه? الفهرسة. طب لو انتو شطر معي ومركزين معي. المرحلة الاولى اللي هي ايه? المرحلة الاولى التصنيف. طب وانتوين نchant كم نوع قلنا ان هما او طرق التصنيف كم? قلنا ان هما خمس. اللي هو ايه شطر? اللي هي التصنيف الموضوعي, الشكلي, الجغرافي, الظمني. وايه تاني? واله هو ده التصنيف. طيب. بعد كده اتكلمنا المرحلة التانية اللي هي ايه? قلنا المرحلة التانية التركيم. وقلنا التركيم عندي هو التركيم اللي هو الرقمي. آآ العددي اللي هو التسلسل العددي والمزدوج. وقلنا المركب. هناخد المرحلة التالتة اللي هي الفهرسة. فهرس. وزي ما احنا اتفقنا ان انتم في اي كتاب من الكتب هتلاقي فهرس. الفهرس ده بيقول لك ان الصفحة دي في الحتة الفلانية. او الموضوع بتاعها كزا. كده برضك في الملفات. الملفات بيكون فيها ايه? بقول ان الملف ده فيها ان فيه مستند رقم واحد بتاع كزا. وسيق التأمين او طلب تأمين. فيها الاتنين اللي هي تقرير معينة. يبقى اخذ رقم اتنين. فانا بكتب الفهرسة الموجودة فيه الملف. طب لو احنا نشوفها مع بعض على الشاشة. هي عملية انشاء الفهرس. او هي الوصف الفني. للمواد والمعلومات لتكون في المتناول المستفيد. بايثر الطرق. في اقل وقت ايه? ممكن. نقدر ان انا اطلع المعلومات والمستندات والبيانات باقل وقت ممكن لانا عاملة الفهرسة. يمكن تعريف الفهرس بانه قائمة بالوصائق والمستندات وغيرها من المستندات مرتبة وفق نظام معين. او قائمة تسجل وتصنف وتكشف مقتنيات مجموعة معين. ويعتبر الفهرس ده مفتاح البحث. ودليلها. الذي يحدد اماكن المستندات المختلفة على رفف اللي هو الدوليب. طبعا زي ما احنا قلنا ان انا بحدد مكان المستند. انا مكان المستند ده فين? فانا بتجيله رقم. فانا ما بتجيله رقم او بتجيله مسلا اي حاجة حروف هجائية او 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 انا بشوف ان انا حطاف انهي رفف او انهي مكان. فانا بحدد. بحدد اللي هو في الفهرس. فما بايجي لو انت روحت زي ما احنا قلنا. روحت المكتبة. فانت بيبقى فيه سجل كده مكتوب فيه ان الكتاب الفلاني موجود في الرف الفلاني. او واخد رقم كزا. هنا في الفهرس ان انا بقول انا حطت المستند ده في المكان الفلاني او في الملف الفلاني. فكده انا عارفة ان المستند بتاعي او البيانات بتاعتي او الوصائق بتاعتي موجودة في انهي حتة. يبقى بحدد الفهرس ده هو بيبقى سهل جدا عشان قد يصل للوصائق بتاعتي قد يصل للمستند الخاص بي اللي أنا محتاجه دي من أهمية اللي هو الفهرس طيب بعد كده بيقولك هنا إيه؟ إن الفهرس هو تلك الأداء التي تكون بدور حلقة الوصل بين الموظف والأقسام المختلفة يبقى هنا الفهرس هي تلك الأداء اللي بيكون بدور حلقة الوصل بين الموظف والأقسام الإيه المختلفة إعداد الفهرس هي عملية إعداد الفهرس هي المرحلة الثالثة من مراحل التنظيم الفني للمحفوظة وهي المرحلة المتممة لمرحلة التصنيف والترميز أو التركيم ويمكن أن تعرف الفهرسة بأنها وصف كامل قد أن أنا عرف الفهرسة بأنها وصف كامل للوصائق والمعلومات التي تحويها تلك الوصائق بهدف تسهيل أن أنا بهدف هدفها إيه؟ أن أنا بسهل استرجاعها بأسرع وقت وأقل جهد يبقى زي ما إحنا قلنا أن الفهرسة دي هي المرحلة التالت هي متمم للمرحلة الأولى والتانية اللي هي التصنيف والتركيم أشكال الفهرس عندي أشكال الفهرس عندي فهرس السجل وفهرس البطاقات يبقى أنا عندي شكلين اللي هو فهرس السجل والشكل التاني اللي هو فهرس البطاقات طب فهرس البطاقات بيكون من حقتين اللي هي إرشادية والتانية عادية هناخد أول حاجة اللي هو فهرس السجل هو دفتر كبير مجلد أو كراسة أو حتى أوراق سائبة يسجل فيها المسؤول عن الحفظ أسماء وأرقام عن الملفات التي لديه وكذلك أماكن وجودها في أجهزة الحفظ إلا أنه له بعض العيوب الواضحة عند استخدامها وهي يبقى هنا فهرس السجل الأول أن أنا بعمل دفتر كبير أنه مجلد أو كراسة أو حتى ورق بسجل فيه أن أنا بحفظ فيه أسماء وأرقام الملفات اللي هي لديه ولازم أن أنا أكون عارف أماكن وجود في أجهزة الحفظ هنا من عيوبها اللي هو صعوبة الإضافة إليه أو الحسف منه أن أنا بصعب صعوبة الإضافة أو الحسف منه في السجل ده تعرضه للتلف السريع عدم محافظته على سرية المعلومات لأنه مكشوف فيهرس السجل فيهرس لإيه؟ السجل لو إحنا فاكرين أنا لسه أيلة في المكتبات بيبقى فيه سجل كده بيبدأ أن هو يسجل فيه الكتب بالأرقام بتاعته بأسماء الكتاب بالأماكن الموجودة بكل حاجة هنا ممكن يكون سجل ممكن يكون كشكول ممكن يكون في ورق عادي كده طيب ببدأ أن أنا أسجل فيه المستندات بتاعتي ده اللي هو سجل الفهرس أبدأ أسجل فيه كل حاجة خاصة عشان أقدر أعرف ألجع ليه المعلومات والمستندات طب ليه عيوب؟ أه طبعا ليه عيوب؟ إيه هي العيوب؟ إنه ممكن هو قابل للتلف ومعرض للتلف إنه هو بيبقى متواجد متواجد موجود فممكن معرض ممكن هنا يفشل أسرار يعني ما بيقاش فيه السرية هو موجود للسجل أي حد بيطلع عليه فكده بردك إنه هو بيكون مقدرش إن أنا أحذف أوضيف في السجل أحذف أوضيف في الإيه في السجل خلاص أنا السجل اللي عملته ما ينفعش إن أنا أضيف حاجة وينفعش إن أنا أحذف حاجة خلاص هو عمل فدي من عيوب السجل الفهرس سجل الإيه؟ الفهرس طب بعد كده لو إحنا شفنا هو معبق اللي هو تاني حاجة فيهرس البطاقات هو عبارة عن كروت من ورق مكوي ذات مقاصات مختلفة على حسب حجم الأدراك التي تحفظ بها وهي من نوعين اللي هي الشادية وعادية يبقى أنا عندي إن فهرس البطاقات هو عبارة عن كرت من الورق المكوي ذاتها مقاصات مختلفة على حسب حجم الأدراك اللي بيحتفظ بها المستندات عندي نوعين اللي هو من الفهرس البطاقات اللي هي الشادية وعادية خصائص في هارس الملفات تتميز في هارس الملفات وخاصيتين ريسيين هم أول حاجة إن التصنيف أي تصنيف الملفات في مجموعات تحت الأنشطة الأساسية التي تتم في الإدارة يبقى أنا بصنف الملفات في مجموعات تحت الأنشطة الأساسية اللي بتتم فيها التركيم وذلك باستخدام رموز رقمية من أعداد مسلسلة أو أعداد عشرية أو حروف بحيث يكتسب الفهرس شكلا وترتيبا بيتحدد فيه مكان أي ملف والتركيم اللي نفسده هنا هو التركيم المتعدد يتفرع منه واحد 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 اتنين واحد تلاتة وهكذا دي من خصائص في هارس الملفات لو الجزء ده هيجي فيه سؤال أكمل العبارة القاتية بيقولك هنا بتمر المحفوظات في أي منظمة بثلاث مراحل إيه هم المراحل لو أنتوا فاكرين إيه المراحل بتمر بيها المحفوظات عندي تلات مراحل اللي هو إيه اللي هو التصنيف التركيم والإيه ها التصنيف والتركيم والإيه والفهرسة يبقى هنا ها هنشوف تمر المحفوظات في أي منظمة بثلاث مراحل اللي هو التصنيف والتركيم وإعداد الفهرس اللي هي الفهرسة ممكن ييجي صاح أكمل يتم تصنيف الوصائق تبقى لسلاس بداية اللي هي المفوظة أن هي بتبقى اسم الشركة واسم آلات الشراء وشراء الآلات واسم المشروع اسم الشركة دي بتاع تصنيف الوصائق اللي هي سلاس بداية هنا من أشكال الفهرس أكمل من أشكال الفهرس نقاط ونقاط احنا استخدنا اللي هي إيه اللي هي سجل الفهرس أو فهرس السجل وتاني حاجة اللي هو إيه اللي هي يبقى هنا في أكمل ده يبقى هنا بيولك من أشكال الفهرس فهرس السجل وفهرس البطاقات وفهرس البطاقات ده بينكوم من حاجتين ارشادية وعادية ممكن صح وخطأ فهرس السجل هو دفتر كبير مجلد يسجل فيه اسم مسؤول الحفظ وارقام الملفات الموجودة لها احنا اتفقنا فعلا ان سجل او فهرس السجل بيكون اما ملف اما بيكون على شكل السجل كبير اما بيكون فيه كشكول او في ورق عادي سائل ودول المفروض ان انا ببدأ ان انا اسجل فيه اماكن الملفات او الاماكن الموجودة فيه ده اللي هو فهرس السجل ده يبقى هنا الجملة دي اللي هي موجودة على الشاشة هتكون ايه هتكون صحيحة يبقى هنا فهرس السجل هو دفتر كبير مجلد بيسجل فيه اسم مسؤول الحفظ وارقام الملفات الموجودة لديه الفهرس هي وصف كامل لوصائق والمستندات بهدف تسهيل استرجاعها باسرع وقت واقل كهد هي الفهرسة هي وصف كامل لوصائق بوصف الوصائق كاملة والمستندات بهدف ان انا بسهل استرجاعها باسرع وقت واقل جهد اك طبعا يبقى دي الجملة صحية اكمل العبارة الاتي هنا من طرق حفظ الوصائق والمستندات طريقة ايه وطريقة ايه وطريقة ايه لو انتو فاكرين في البداية خالص قلنا طرق حفظ الوصائق عندي طرق حفظ الوصائق هم تلاتة اللي هي الحفظ مركزية الحفظ ونظام لا مركزية الحفظ ونظام لا مركزية الحفظ تحت اشراف مركزية يبقى هنا تلاتة طرق من الحفظ اللي هو نظام مركزية الحفظ نظام لا مركزية الحفظ ونظام لا مركزية الحفظ تحت اشراف الايه المركزية وعرفنا التلاتة حاجات اللي هو مركزية الحفظ إنه هو بيكون بيخص بإدارة واحدة تشمل الإدارات كلها طب اللامركزية إن كل إدارة بتخص مكان معين أو بتكون وحدة صغيرة بتبدأ إن هي تحفظ في كل إدارة اللي هو المستندات الخاصة بيه وحدة مصغرة النوع الثالث من الحفز اللي هو لامركزية الحفز لامركزية الحفز تحت إشراف مركزي تحت مركزية أو لامركزية تحت إشراف المركزي إن كل إدارة بيبقى ليها قسم أو حفز أو وحدة حفز صغيرة وبيبقى فيه تحت إشراف لامركزي اللي هي الوحدة الكبيرة الأصلية يبقى هنا لو إحنا رجعنا فيه الأكمل العبارة من طرق حفز الوصائق والمستندات اللي هي طريقة أو حفز راسي أو حفز الأفكي والحفز المعلق والحفز الوقف طرق حفز الوصائق والمستندات يعني إيه المفهوم الحفز؟ هنا بيقصد بالحفز ترتيب الأوراق والوصائق في الأوعية والأجهزة الخاصة بها بطرق فنية سليمة يبقى هنا يقصد بالحفز إن أنا بحفظ ترتيب الأوراق والوصائق في الأوعية والأجهزة الخاصة بها بطرق فنية سليمة عند الحفز يجب مراعاة الأسس والكواعد الأتيع عندما يجي أحفظ الكواعد والأسس إن أنا لازم إن أنا أرأيها أول حاجة التأكد من انتهاء إجراءات معالجة موضوع الورقة قبل البدء في حفزها لازم إن أنا أتأكد من انتهاء إجراءات معالجة الموضوع الورقة قبل بدء إيه في حفزها تاني حاجة إن تأكد من وجود تأشيرة الموظف المختص بما يفيد الحفز في مكان متفق عليه لازم إن أنا أتأكد إن الموظف هو مجي عليه ومقشر إن هو تتحفز في المكان المتفق عليه حفز الأوراق المطلوب حفزها بسرعة أول بأول دون التأجيل أحدد رقم الملف الذي ستحفز فيه الورقة بدقة يبقى هنا بحدد رقم الملف اللي بحفز فيه الورقة بدقة إن أنا برقم أوراق الملف الواحد بأرقم مسلسلة حسب توريخ حفزها وموضوع الرقم سواء باليد أو بالرقم أنا في الجهة اليسرى اللي هي العلوية إعداد قائمة محتويات لكل ملف يسجل فيه كل أوراق أول إيه بأول يبقى هنا لازم إن أنا أحتفظ أو إعداد قائمة محتوى لكل ملف بيسجل فيه كل الأوراق أول بأقول الإجراءات اللي أنا لما يحفظها لازم أتأكد إن هو خلص خلاص كل حاجة فأنا هحفظها لازم أتأكد إن الموظف أو المسؤول عن الورق ده هو تم اعتماده ومتفق إن أنا أحطه فيه المكان الموجود فيه فلازم إن أنت تبدأ إن أنت قبل ما تحفظ لازم تتأكد إن هو أعتمد دي اللي هو الحفز إن أنا بحفظ المستندات بحفظ المستندات في الأماكن بعد ما صنفتها وبعد ما رقمتها وبعد ما عملت إيه بعد ما فهرستها أبدأ إن أنا أحفظ المستندات بتاعي أو المستندات إيه بتاعتي في المكان المتخصص به وللأسف هنا كده أو إحنا خدنا في البداية خدنا زي إن أنت تحفظ وزي إن أنت تصنف وزي إن أنت تترقم والفهراسة وخدنا جزء من الحفز استنوني في الحلقة الجاية هنتكلم على اللي هو الحفز من بدايته هناخد يعني إيه حفز وهناخد برضك إزاي إن أنت تحفظ المستند بتاعه وإيه الكواعد بتاعته وللأسف حلقتنا انتهت أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته